السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاك ماشاء الله بربطكم بخير. ان شاء الله هنشرح مع بعض في الفيديو ده الابدون من الامنشان. هنشرح لانتسبيكشن بس زي ما انتم طالبتو. هو زرن فقع عليها البرد وكده اشتصوتي انا هتلاهم في دوم شوية. انا حاولت اتضخر شوية والله على الضر البرد ده ده ما يروح بسنة تستعجي لتوني عشان يمتحها. اول الحاجة. احنا احنا فى العيان اخدنا منه هستوري كويس وحللناها. واكتشفنا من الهستوري ان الاعراض بتاعته بتشاور لنا على الابدون. يعني كن عنده كان عنده ارتجاع. كان عنده مثلا ترجيع. كان عنده اسهال. كان عنده امساك. كان عنده وجع في بطنه. كان عنده انتفاق. كان عنده ايه مشكلة? بتوجهني ناحية الابدون. فأنا خدت منه هستوريو وحللته كويس. وبعد كده عملت له general examination وقدرت اطلع كم item كنا من general examination وعايز ابص على الابدومين يمكن في حاجة تساعدني ان اوصل للتشخيص بتاعي. اا فاول حاجة قبل ما نبدأ الابدومين المفروض الابدومين عندنا لو جاءنا نرسم ابدومين بالشكل ده. اه تبروه دي شخص كده. دي اا. تمام. انت هيدوم عشان هنفي الرسم بالا. معلش بس هنعمل ايه. اه. ده شخص. اه. ودي النمدلس بتاعته. اه. اه. تمام? اه. 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 وبعد كده عندنا الابدومين. الابدومين بنقسمها اه تقسمتين. يقيم اربع اماكن. يقيم اه تسعة اماكن. لو اسمناها اربع اماكن يبقى هنا المدلين كده. وهنا اللي هو الخط ويعد بالامبلكاس دي الامبلكاس كده. خط بيقسم الامبلكاس وخط في النص بالزبط. يقسم للابدومين الاربع اماكن. اللي هو اه ريت ابر كوادرانت. اه. ليفت ابر كوادرانت. ريت اه. آآ لاور كوادرانت. ليفت لور كوادرانت. تمام? اما في تقسمة تانية. ان انا ونقسم الابدومين لتسع مناطق اعتبر الريست هنا واخيرا هنا الريبس هنا فنقسم الابدومين وهنا في الكلافيكل الكلافيكل يمين والكلافيكل الشمال بالمية الكلافيكلر يمين وشمال وفي عندنا هنا سبكوستل وهنا اللي هو الانترٹروكنتريك الانترٹروكنتريك ما بين ال اليوبركل ق 이번 يروته ونا تحت كاوستل مارجل الفن بيضاء هوريزونتال واندي المي headset lovelace يمين وشمال بالمرأة هنا الريبس هنا منطقان البيجاستر هنا الريبس هنا الريبس هنا الرفت نمبر هنا الرايت إلياك هنا اللي هو الهيبوكاستريك وهنا الرفت إلياك المناطق دي مهمة تكون عارف كل من طاس ما هي ويعني يوحب بس تبقى عارف يعني اي تركيب ايه الحاجة اللي تحتها انا عشان تبقى عارف ان هنا مثلا الليفر على الأقل حاجة واحدة بس هنا مثلا الستومك هنا مثلا في الاسبلين هنا مثلا في الاسموح الانتلم هنا في الاسندين debworm هنا مثلا في الابيندكس والسيكوم هنا مثلا في الورينار بلدowski هنا مثلا في الاسيدمويد قولم مثلا يعني تبقى عارف كم حاجة كده عشان م ë Wincher وسألك هي عمل أو حاجة بعد كده يا سيدي انا دلوقتي عندي أبدومن وشخص جاي اشتكى من شكوى وجهتني لـ deve وعايز افحصه. وفحصه جينيرال كده. وعايز افحص بقى بطن عشان يشوف لو في حاجة ممكن تساعدني ان انا وصل للتشخيص. اول حاجة الابدومن بنبص على خمسة عشر حاجة. مبدأين كده. بنبص على الكنتور بتاع الابدومن. وبنبص على سبع حاجات في الميدلين. وثبع حاجات في الجناب في الصيدس. اللي قدي الابدومن كده. بنبص اول حاجة على الكنتور بتاعها. الهيكل بتاعها هي. الابدومن عبران شبه كورا كده. هنبص على الكنتور بتاعها. المفروض ان الكنتور بتاع الابدومن لو ده شخص ينام كده. المفروض ان الكنتور بتاعة الابدو انتو بقى صلايتلي اسكافويد يعني يا دوب نازلة لتحت سنة بسيطة ده الشخص الطبيعي طيب الابنورماليتي في الشيب ممكن يكون عيان بطنه منفوخة بطنه كبيرة مليانة تمام اللي هي بلش او ممكن الاسكافويد ده ما هوش يبقى صلايتلي لا يبقى اسكافويد جامد انتو بقى بطنه نازلة لتحت عيان كاشيكتك عيان عنده سرطان يعني بعد الشرع عليكو والسرطان عمل له كشكزي مخلف يضعف في جسمه كله وبعد يفقد بروتونات ويفقد حياة كتير فبطنه بدأ تدخل لجوه تغطس لجوه فده كده ابنورماليتي طيب البلج ده البلج بتاع العيان ان بطنه تبقى بزة دي البززان ده ممكن يكون يونيلاترر او بلاشيونيلاترال ممكن يكون سيمتريكال ممكن يكون اسيمتريكال يعني سيمتريكال ويعني سيمتريكال سيمتريكال يعني بطنه كلها كده على بعضها الابدومن جنراليزت كده منفوخة وحتى بالجناء لكن اسيمتريكال ان حاجة بزة بس بالبطن بقى البطن طبائية ولكن حاجة بس لطلع لو سيمتريكال ديت فده حاجة مشهورة عندنا هي الفايف اف اللي لما تلاقي واحد بطنه كبيرة كده واحدة بطنه كبيرة هو غالبا حاجة من خمسة اللي احنا بنسميهه من الفايف اف اللي هممكن يكون فيتس وده اشهر حاجة طبعا ان عينة حامل فبطنه منفوخة هممكن يكون اللي هو غزات عين عنده قولون مثلا ان حاجة واكل حاجة نفخته وبطنه مليانة غزات او ممكن يكون فات اللي هو عين تخين وابيز فبطنه دهون كرش ممكن يكون فليود اللي هو عين عنده استسأل عنده أسايتس فبطنه البروتينيان مليان فليود او ممكن يكون فوليورينار بلوتر اللي هو المسانة مليانة فنفخها بطن فعلا والفوليورينار بلوتر ده مش وقعي قوي اللي وقع منها هو الفيبرويد لو ست عندها وراب ليفي كبير برضو بينفخ الابدومن عضو الأعضاء اللي جوه هو المتضخم مثلا في هباتو ميجالي او في سبيلينو ميجالي ان الليفر كبر في عمل هباتو ميجالي او اللي سبيليني هو اللي كبر عمل سبيلينو ميجالي او الاثنين كبروا مع بعض اسمها هباتو سبيلينو ميجالي او ممكن يكون العين عنده تيومر عنده ورم جوه البطن سواء كان أوفيريان أو يوترين تيومر أو يوترين تيومر والمفروض أننا لو شفت لازم علق على المس ديات الصيد بتاعها والكونسيستنسي والسيرفز بتاعها والريليشن لسيراوندين وكذا حاجة كده فده أول حاجة علاقة على الكنتور هل الكنتور بتاعي كان نورمل اللي هو سلايت لسكافويد ولا كان أبنورمال والأبنورماليت ده ممكن يكون بلج وممكن يكون ريتريكشن أو اللي هو سكافويد يعني لو سكافويد فممكن يكون شخص رفاية عادي سن أو ممكن يكون شخص كشكتك حسب الجنرال بتاع العيان ولو بلج هشوف البلج ده هو أسيمتريكال والأسيمتريكال بعد كده يا سيدي عندي المفروض 7 حاجات في المدلاين بعلق عليه هتسملك الرسمة كده عشان يعني ما تنسهمش أول حاجة ده إنه هي تريبس كده أول حاجة بعلق على الصبقصة الأنجل الأنجل دي الأنجل دي طبيعي إن هي تبقى من 70 لـ 90 اللي هي تكون زاوية حدة أو زاوية قائمة تمام الأنجل دي ممكن تبقى وبتيوز يعني وبتيوز يعني زاوية منفرجة يعني أكتر من 90 طيب إيه اللي خليها زاوية منفرجة حاجة من اتنين يما حاجة من فوق يما حاجة من تحت حاجة من تحت يعني فيه ضغط فيه ضغط جايلة من تحت عمل بيضغط على اللور ريبس فخلت الزاوية دي تنفتح شوية وبدل ما هي تسعين تفتح مثلا 120-130 طيب إيه اللي يعمل كده اللي يعمل كده مثلا عيار عنده أسيتس في ماء في البروتنية فده بيزود الانترابدوميالبرجر فعمل اللوبتويس أنجل أو فيه مثلا هباتوس بلينوميجالي برضو بيزود الانترابدوميالبرجر طيب اللي هو أورجان أورجانوميجالي طيب ممكن يكون حاجات جاي من فوق إيه اللي جاي من فوق اللي خدناه في محضقة الشيست فاكر أنت البرق الشيست اللي هو السدر لما يبقى شبه البرميل في حالة السوبي دي اللي هو الكرونيك وبستركتف البوناري ديزيز لما الشخص سدره يبقى الانترابستيرو دامتر قد ترانزفيرز دامتر فده كان بيخلي من ضمن من ضمن من ضمن مواصفات البرل شيست إنه كان الانجل بتبقى بتيوز حالة البرل شيست طبعا فتاكد أول حاجة بنعلق عليها في المدل بعد بعد السبكستر الانجل بنعلق هنا في منطقة البيجستري معلها البيجستري بلصيش ممكن العين النسيت أقول لك أول حاجة لما بيجي نايم العين أصلا أول حاجة المفروض العين أكشفه يعني أنا يمع السرير أنا أنا بنيمع السرير وبكشفه من أول البيجست من فوق لحد الجنية اللي من تحت يعني بكشف بخليه خليه العظوم فوق البيجست وده كله يبقى باين معي وبخليه باين الجنية اللي من تحت تمام والمفروض إن العين يبقى نايم ومستريح والقضة ساعة والمفروض إن العين يتنركبته وأنا بفحصه طيب يتنركبته عشان يريلاكس الأبدون المصل الأنترور الأبدون الأول يحصل فيها ريلاكسيش عشان لما أجي أفحصه أعماله أعرف أفحصه تمام فده كده نستطيع لها في الأول بعد كده المفروض إن أنا شفت الكنتور وانا أشوفه المفروض باجي من عند الرجل للعيان كده وهووطي هو نام قدامي على السرير فأنا باجي أبص عليه من عند الرجل للعيان عشان أشوف النحيتين أدى بعض أو لو في بقى لجي يظهر قدامي أو كده بعد كده بصيت على والمفروض بص هنا في منطقة الابجستريام عشان أشوف البلسيشن الطبيعي ما يبقاش فيه البلسيشن أو ممكن لو شخص رفاع شوية سن أبدأ أشوف البلسيشن هنا بتاعة الأورض طيب البلسيشن ديت في شخص مش سن شخص تاني لو شفت البلسيشن في منطقة الابجستريام البلسيشن دي ممكن تكون حاجة من ثلاثة أو جاي من ثلاثة أماكن فممكن تكون جاي من الليفر وده أنا بأكدها بالبلسيشن بحط دي على البلسيشن وأشوف البلسيشن جايلي من أنهي ناحية تمام أممكن تكون جاي من فوق جايلي من رايد فينتر لو حصل في هايبر تروفي أممكن تكون جايه من تحت ايدي من الأورطة اللي بدون من الأورطة لو الضغط بزاد في مثلا أو حصل في أورتك أنيوريزم بحط إيدي على منطقة البلسيشن وببدأ أشوف البلسيشن جايلي من إيه لو البلسيشن عندي التبق بتاعت الفينجر بتاعت لو جايلي ملامس صابع من فده غالبا جاي من فده بتاعت الرايد فينتر طيب لو حس البلسيشن من الجام بجاي من الصيد فده بتاعت الليفر طيب لو كانت تحت إيدي فده بتاعت الأورطة تبعم دي كده أول حاجة البلسيشن بعد كده ببص هنا في منطقة البلسيشن برضو لو في بريستاليس يبقى أول حاجة علقت على الأنجل تاني حاجة علقت على البلسيشن تالت حاجة هعلق عليها وهي البريستاليس طبيعي إن حركة لعماعة تبقى مش متشافة لو متشافة تبقى في شخص سن شخص رفاية عوي فبدأ تظهر معاعة طيب ممكن أشوفها في شخص مش رفاية شخص عادي يعني مضوسة افريج أو شخص تخين ممكن تشوفها تشوفها ازاي تشوفها لو كان في اي ابنورماليتي لو كان في انتصان في انسداد معاوي فعشان الامعاء تتغلب على الانسداد بتزود الحركة بتاعتها بتحاول يعني تعمل بريستاليس أكتر من الطبيعي فبتبدأ تظهر عندي في الانتيري بدون الأول أو لو في بيلوريك بستركشن لو البيلوروس هنا مقفولة سواء ببيلوروس بازم مثلا أو في مثلا فيبروزوس مثلا بالمنطقة دي أو حاجة وحصل بيلوريك بستركشن فعشان نتغلب على الابستركشن ده البرستاليس بتزيد تمام بعد كده رابع حاجة بنشوف اللي هي الدايفر كيشن أوفريكتاي ما تمنى الصورة تبقى خدمان آه كويس موجود هنا الدايفر كيشن أوفريكتاي نمسح الكلام ده الدايفر كيشن أوفريكتاي فكريتا أنني بخلي العيان يهم بخلي العيان يهم على السرير وبقول قوم كده أو هم كده قوم لفوق تمام وبحط ايدي في المنطقة ده تمام المفروض ان ركتا صبب من السينا بيت انت قوي فلما حط ايدي ما تدخل بين الريكتاس مصر لو بدأت تخش بين العضلتين دولي معنى ان العيان عنده هايبو البوليميا مخلي في ضعف في العضلات فبدأ يحصل ومخلي بسبب ان في كرونيك انتر ابدمين البرجر زي كرونيك انكريس في الانتر ابدمين البرجر لو الضغط لجو الابدمين زي كرونيك لفترة طويلة ومعاها كمان ان العيان عنده هايبو البوليميا فده هتخلي لما العيان تجي هم كده هخط ايتي هيبقى في ديفر كيشن افريكتاي تبقى في السورة هيبقى المخروض ان انا بدخل ايدي كده بين افريكتاي مصر ما بتخشش لكن لو العيان عنده ديفر كيشن افريكتاي اول ما احط ايتي كده بتخش خمس حاجة بعلق عليها في المدلين وهي الامبليكس هناك والامبليكس بعلق على كذا حاجة فيها اول حاجة بعلق على الصيد بتاعها الطبيعي ان الامبليكس تبقى ما بين الزيف السيرنم والسيمفسي بيوبس برحاطة برحاطة ايد هنا صبع هنا وصبع تحت يعني انا بستخدم الايدين الصبع الصغير بتاع اليد فوق والصبع الصغير بتاع على السيمفسي بيوبس وبحط ايدي اشوف الصبعين اللي هم الابهاب اشوفهم في النص ولا لا الطبيعي ان هي تبقى في النص طيب اوقات تبقى شفت ابورد او شفت داون يعني اوقات ما تبقى ان في حاجة من تحت زقاها زي لو في مثلا او 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 وهكذا فدي زقا الامبل اللي هسلفو او ممكن تبقى متشدة لتحت نزلة لتحت شفت داون ورد طيب ايه خليها شفت داون ورد لو كان في اصايتس مثلا والاصايتس زقاها لتحت او لو كان في مثلا اورجانو ميجالي فده اول حاجة الصايت بعد كده الشيب الطبيعي ان الامبليكس تبقى انفرتد يعني انفرتد يعني لو جيت بصت لها كده هتلاقها نزلة تحت طبيعي بتاعة اي حد اللي بصت على الامبلكس بتاعتك او بتاعت بتاعت اي حد تلاقها انفرتد كده لو جيت لو جيت تبص عليها ولقيتها افرتد اللقيتها طالع فما يجعل الأمبليكاس افرت كده؟ ان الضغط داخل الأبدومن زاد فالضغط الزيادة رفع الأمبليكاس لو فيه مثلا أصايتس مثلا، لو فيه مثلا أورجانوميجالي مثلا، فده يزود بيطلع الأمبليكاس بعد الصايت والشيب بعد الصايت والشيب، المفروضة يعلق لو فيه أي سويلينج أوقات الأمبليكاس بيبقى فيها مثل الديول كده سويلينج كده مثل الديول من الديول ديت اسمها سيستر ماري جوزيف نديول اللي هو بيبقى فيه مثلا سرطان سواء من البريست مثلا أو من الليفر أو من أي حاجة جوه والسرطان ده باعت متاستاسيز عن طريقه البريتونية المتاستاسيز دي وصلت حوالين الأمبليكاس وعملت للسويلينج ده بعد كده بشوف السكين ليجان لو الأمبليكاس عليها أي سكين ليجان اللي هي مثلا لو متعورة مثلا عليها ونط، لو عليها سكار، وهكذا بعلق عليها برض بشوف الكالرز بتاعتها لونها طبيعي ولا لا؟ لأن أوقات الأمبليكاس دي حوالها لون لازرق كده اللون لازرق ده بيدل ان فيه دم جوه البريتونية هنشوف السورة كده هادي السورة دي كده مثلا لازرق كولين صين ده بيدل على انتر ابدمال بريتونية تمام؟ بعد كده بنشوف الكلارز بنشوف ادس شارج هل الأنبليركس هيتطلع اي حاجة؟ اي حاجة بالدسشارج اي حاجة؟ لو بطلع أورين مثلا ممكن يبقى الأوريكس boutent وذهيكون قنية إعنواملية معنا لو بطلع ف warmer مثلا يمكن يكون عندها فيسطولة هو كلينك فيسطولة لو بطلع مص ثم هيتك اللي هم ست حاجات يبقى كده أنا علقت على خمس حاجات في الميدلين اللي هم علقت أول حاجة على السابكوسل الانجل علقت بعد كده على البلسيشان علقت على الفيزاب البريستاليسيس وعلقت على إضيفيركيشن أفريكتاي وعلقت على الأمبيلين مالك كمان حاجاتين بس في الميدلين وهما الهير ديستريبيوشن او ديستريبيوشن الطبيعي بتاعنا ان الرجل الشعر بتاعه تحت الامبليكاس بيبقى واخد شكل تراينجولار يعني لو دي الامبليكاس بيبقى واخد شكل مسلس كده المسلس ده الراس بتاعته بص الفوق الست المسلس بالشكل ده كده يعني لو جدنا نبص على صورة الرجل ادي الشعر عنده بيكون اواخد الشكل ده ده اسمه اللي هو مسلس بصص لفوق لاحية الامبليكاس لكن الست مسلس يعني القاعدة بتاعته منتهية عند منطقة البيوبسن طيب ده الطبيعي طيب انا ممكن ابص على الرجل ولاقي الشكل ده عنده فده يدل على ايه فانا لو شفت الشكل الهيردسيبوشن بتاع الفيميل في الميل فده بيدل عندي على لفر سيل فيلير ممكن العكس برضه يعني هو في لفر سيل فيلير الليفر ما بقاش يطلع اللي هو السيكس هرمون بايندينج بروتيب فبالتالي نسبة الاستروجين في الرجالة بالزيد فبيروح يعمللي في المنطاضية الفيميل هيردسيبوشن وبرضه لو عندي لفر سيل في سيت سيعمللي بريستطرفي هنقولها كمان شوئي فده كده ساتت حاجة معنا وهي الهيردسيبوشن بعد كده اخر حاجة بنعلق عليها في الميدلين وهي الجينيتالية المفروض ده شباب من ضمن العورات يعني ولا تكشف الا للضرورة مش معنى انت دكتور ان انت تكشف تكشف عورت الناس كده عملها على بطال الفحوصات والحاجة اللي زي كده بتسيبها متغطية ووقت ما تشتفحصه بس تبقى تكشفها وبعد كده تغطيها تاني فهي الجينيتالية لو هو ميل مثلا بيتبص هو او لا لو في اي ابنورماليتي ظهر معاك لو في اي كونجينيتال الانومالي عندك سواء كان بينيس او او فالفا بتبص عليها او بتعلق عليها برده دول كده السبع حاجات اللي بنعلق عليهم في المددين بعد كده عندنا في سبع حاجات بنعلق عليهم في الصيدز برده بداية عندنا كده بنعلق على البريست بنشوف اللاتراليتي بتاعته بنشوف التوصيد زي بعض ولا لا لو في اي سكار لو في اي دستشارج طلع مننا بنعلق عليه المفروض برضو ان البريست بتاع الراجل مش زيتها فلو كان عندي فيه البريست بتاع الراجل كبير ده حاجة عندنا اسمها جانيكومصية وده سببها ان البريست بتاع الراجل كبير والمفروض ان ان احنا نفحصه عشان نتأكد ان ده جانيكومصية بنروح مسكين المنطقة دي عند الراجل ونحسها كده لو لقناها بوتون لايك كده او شبه الزرار تحته فده كده جانيكومصية بنعلق على اللاسترال التي بتاعتها برضو في جانيكومصية في ناحيتين ولا في ناحية واحدة ونشوفها تنظر ولا لا بتوجع ولا لا بعد كده بنعلق على الراجل يبقى اول حاجة بنعلق على البريست وبعد كده بنعلق على الراجل الطبيعي ان الابدومين والشاست بيتحركوا مع النفس مع الانسبيريشان والإكسبيريشان طيب لو شخص عنده مشكلة يعني احنا عارفين ان في الرجالة النفس بيبقى ابدومين وصراسك وفي الستات سراكو ابدومين لو كان شخص مثلا عنده يبقى تنهجة الريزبيرات الموجودة لو كان شخص عنده أصايتس فبالتالي الانتراب دومنا البرجل زايد فده في الرجالة هتعكس الريزبيرشان بتاعه هتخليه بدل ما هو ابدومين وصراسك هتخليه سراكو ابدومين تمام؟ او لو كان مثلا شخص عنده بريتونايتس شخص عنده بريتونايتس ده اي حركة في البريتونية بتسبب له وجع فضلية فبالتالي النافس بتاعه سراسك هتخليه يتحرك ياخد نفسه ومن يحرك عضلات السراكس بس مش هتخليه يتجنب يعني انه يحرك عضلات الابدومين عشان لا تسبب له وجع تالت حاجة بنعلق عليها او بنبص عليها وهي الهرنية الأوريفيس اللي هي الاماكن اللي ممكن يحصل منها فتاء في كم مكان كده يعني مشهورين ان لو حصل فتاء للعيانة هيحصل في الاماكن ده وده مهم برضو ممكن تجي امسك يو او ممكن تجي لك صورة ويقول لك ايه ده فالاماكن اللي عندنا هي هنا في البيجاستريام ده او الحاجة ممكن يحصل منها ممكن يحصل في الامبلكل ده التانية حاجة ممكن يحصل في الامبلكل برضو جنب الامبلكل ممكن يحصل في منطقة الانسجنل ممكن لو العين عامل اي عملية وفيه جرح في الانترير ابدومين الول يطلع منها هرنية ودي اسمها انسجنل منطقة الانجوينال كنال هنا يطلع منها هيرنيا وممكن يطلع من الفيمورال في فيمورال كنال تحت لكن هذا في الريجل ليس ستجدها في الابنى في منطقة الفيمورال كنال كده ممكن يطلع منها هيرنيا فهذه اماكن الهيرنيا المعروف طيب الهيرنيا نعرفها كيف نقول لها العين اقف لو شعرت بكسبان صايل امبالس اون كف حسيت زي هوا كده بيضرب في ايدي فهذه كده هيرنيا محتاجة كده بردو كده حاجة بس غالبا يعني دي كده تلت حاجة بنعلق عليها وهي الهيرنيا رابع حاجة بنعلق عليها في الاجناب وهي السكارز لو في عندي اي سكار بتاع اي عملية بتاع اي جرح المفروض اعلق على السكار ده حاج مؤدئه شكله الهيلينج بتاعه وهكذا كان فيه صورة في الباور برضو للسكارز المشهورة في الابدومين اهي اول حاجة عندنا وهو السكار اللي بيبقى في منطقة الرايت هايبوكندريا ده بيبقى في الغالب بتاع الكوليسيستيكتومي واحد شايلة المرارة فيه سكار برضو بيبقى النحياتي في المنطقة دي يعني المنطقة المقابلة لها فده بتاع الاسبيلينج اكتومي لو واحد شايل الاسبيلين بيبقى فيه سكار في الحتة دي كده اممكن فيه سكار بتاع الميدلايم سكار كده في نص الابدومين وبيبقى طويل شوية وشكله اغلي كده شكله قبيح شوية عشان الهيلينج بتاعه بيبقى صعب شوية ده بيبقى بتاع الابدومين الابدومين لو واحد عامل اكسبلوريشن مثلا عن حاجة شخص عنده مشكله مش عارفين مش عارفين نشخصها او عنده بليدينج انكنترول دي بالميديكال فابدن نروح فتحين الابدومين عشان نخش انكنترول البليدينج ده او ندور على الدايجنوز فده اسمه الميدلاين انسيجن بتاع الابدومين الاجسبلوريشن ممكن عندنا برضو الليفت باراميديان جنب الميدلاين بشوية كده لو عايز اعمل كوليكتومي مثلا في برضو عندنا السكار بتاع الابندكتومي لو واحد عنده مرارة لو واحد عنده زايدة وعاز اشهله الزايدة فده السكار بتاعها اسمها لانز انسيجن في عندنا برضو السكار بتاع الانجواين الهيرنيا في منطقة الجروين هنا وفي الفينشتيل السكار هنا ده مشهور بتاع عملية القيصرية اهو لو لو ست شالية الراحل اللي هو سيستيكتومي في عندنا برضو هنا بتاع البرتكال جروين بس ده يعني صعبة وانه يجيلكو حاجة زي كده فكفاء اشهر اسكرات بقعرفها بتاع الكل سيستيكتومي وبتاع الاسبلانكتومي وبتاع الميدلاين والفينشتيل وبتاع الابندكتومي الخمسة ده المشهورين يعني في السكارس بعد السكارس بعلق بعد كده على البجمينتيشن لو في اي بجمينتيشن قدامي زهرة بعلق عليه زي ايه مثلا احنا قلنا من شوية قلنا بنعلق في الامبليكاس لو فيه كولينز صين اللي هو كان العلامة الزرق دي في واحدة شبهة بتبقى زيها كده نفس اللون اللازرة ده بس في الاجناب اسمها الجريترنر صين وده لو شخص عنده ايرثر بريتونية البليدنج شخص مثلا عنده بانكريا تيتس ولي حاجة وفي بليدنج ورا البريتونيام فبتعملي الجريترنر صين ممكن اجد اي بجمينتيشن مش شرط يبقى بليدنج بعد كده بعد البجمينتيشن بعلق على هذي نمسى عشان الديني هنا اعكد خالص هذي نمسى عشان الديني هنا بعد كده بعلق على الفينز الطبيعي ان الفينز تبقى مش متشافة على الانترير بدون الول ولكن متشافة على الانترير بدون الول ولكن متشافة بس يعني يعني يعتبر الفين تحت الجلد وستريت كده تحت الجلد بسبب ان الجلد رفاع مثلا او حاجة وممكن الفينز تبقى اعلى من سطح الجلد تبقى ضيلاتد وترشوس واخد الشكل ده كده لو جدت بص هنا كده زي كده اللي هو ضيلاتد وترشوس واخد الشكل ده اسمه كابت مدوزة نعم؟ الفينز عندنا لو ضيلاتد بالشكل ده في حاجتين مشهورين يكبرون الفين حوالين الامبليكس هو الفينز تكبر له اساسا قبل من اثنين الفينز تكبر لان الطريق الاساسي اللي بتتصرف فيه الفينز تسد سواء كان البرتالفين او الانفيرور الانفيرور فيناكيف الاثنين دولي هم اللي بيعملوا فيناس درينيج البرتالفين لمنطقة جاي تيه والسيستيميك للورنمب والمنطقة اللي تحت فلو طريق من دول تسده ككمبنزاتوري ميكانيزم بنفتح الفينز الموجودة في الانتريراب دون الول عشان تصرف الدم الفوق طيب انا دلوقتي لو لقيت عندي فينز ضيلاتد على الانتريراب دون الول في حاجتين يعملولي المشكلة دي فيه عندنا البرتالفين ابوستركشن وفيه الانفيرور فيناكيف اللي في سيه هفرقهم ازاي؟ هفرقهم بحاجة اسمها الملكينج تيست هخلي عيني يوقف كده ويقفل 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 بايده وبعد كده يبدأ يشيل ايده ويشوف الفين بيملأ بيملأ اسرع من ايه يعني مثلا ممكن نفضي دي كده دي كده الابدومين ودي الامبليكس انا عندي هنا ضيلة الفين بالشكل ده تعم فهخلي العين بايده الاثنين يروح مسيحهم كده عشان يفضيهم ويروح شايل ايده من هنا الاول وسيبها تملأ وشوفوا هي هتملأ اسرع من ايه لو هو كان بورتالفين فالمفروض انه هيملأ هيملأ بعيد عن الامبليكس هيملأ اسرع ناحية 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 المواجهة للامبليكس لو كان اي في سيه هيملأ اسرع ناحية الامبليكس نورد الامبليكس بعد الفينز والبيجمينتيشن والسكار هعلق على السكراتش مارك اخر حاجة هعلق عليها وهي السكراتش مارك لو في اي علامات خرباشها على جسم العيان البروريتس تبقى غالبا بتاع الشخص اللي عنده الابستركتف جوندس هاكر انواع الجوندس اللي قلناها في الفيديو اللي فات قلنا انه فيه هيموليتك وكان فيه هباتو سيليولور وكان فيه ابستركتف في النوع الابستركتف كان عندنا قد اكتب لربين فده بيروح يترصب فيه اماكن في الجسم زي الاسكن وبيعمل اريتيشن لها فبيخلي العيان يهرش تعم؟ ده كده الحيات اللي بنعلق عليها في الانسبكشن علقنا على 7 حاجات في المدلين و7 حاجات في السايدز بعد كده المفروض اتخلي العيان يلف وبص على ظهره الباك وبعلق على خمس حاجات في الباك بعلق على الديفورمتي لو شفت اي ديفورمتي لو العيان عنده خيفوزس عنده سكوليوزس عنده 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 اي حاجة ظهر معايا فبعلق عليها بعلق على البجمينتيشن بعلق على السكارز لو في اي سكارز بتاعت اي او بتاعت اي حاجة المفروضة علق عليها لو في سويلينج وخصوصا لو كان موجودة في منطقة الرينال انجل وبعلق لو العيان عنده اللي هو الهير اللي موجودة في منطقة في أسفل داره كده بيبقى فيه طفطف هير بتدل عليها اللي سبينة بفدة اعتقد انتوا لسا ما خدتوا هاش كده لو بصنا على ظهر العيان كده في عيانين بيبقى عندهم شعر في المنطقة الشعر ده غالبا يعني بيكون بتاع السبينة بفدة السبينة بفدة اللي هو شخص عنده نجينة الانوميلي ان الفرتبري في حتة منها ملحمتش فبالتالي السبينة الكورد بمعرق يعني في حتة منه متعريق فتحت فوق المنطقة كحاجة الشيطة بيبقى فيه شعر فلو شفتها اعلق عليها عشان ابصة على العيان اللي سبينة بفدة ده كمبليت لانكم تعمل مشكلة للعيان فديكتا هي الحاجات اللي بعلق عليها في الابدومنة في الانسبكشن نبص على الباور كده هذا هو الحاجة بيقولك ان الابدومن المفروض يتقسم من الاربع كوادراند بالميدلين وبالترانس امبليكا بلين؟ اممكن نقسمها لـ 9 region بـ الـ 2 الـ 2 الـ 2 الـ 3 المنطقة قال لك انهم التسعة اماكن بيكون فيه تلاتة في النص اللي هو الابيجاستريك والامبيليكال والهايبو جاستريك وفيه تلاتة في الجناب رايت وليفتي اللي هو الهايبوكندريام والنمبر والإليات او بقول لك انا كحاجة عامة كده لما تيجي تفحص العيان ابدو من المفروض ان انت تضعه في حتة دافية و تكسبوز المنطقة من اول البريست من فوق لحد تحت الحديد الجينيتاليا والمفروض تدفي ايدك والقوضة تبقى دافية والمفروض ان هو يتني رجله عشان الانتيرى ابدو من القول يحصله رلاكسيشن بتتعلق على ايه في الانسبكشن؟ بتعلق على خمسلاشر حاجة اللي هو الكنتور اول حاجة و سبعة في الميدلين و سبعة في الصيدز بتاعت العيان اول حاجة الكنتور بتعلق على الشكل العام بتاع بطنه الطبيعي ان هي تبقى سلايتل اسكافويد واست برزيرب دوست الابنرماليتي ممكن يكون اسكافويد زي ما قلنا في الشخص الكاشيكتك بتبقى بطنه نزل تحت قوي او ان هي يبقى فيها بولجنج بولجنج تبقى منفخه والبولجنج ده ممكن يكون الناحيتين زي بعض بطنه كلها ممفوخه و دول الخمسة اف اللي قلنا عليهم او ممكن تكون حتى بس ناحية البولجنج يعني اسيمتريكا البولجنج الاسيمتريكا البولجنج ده ممكن تكون ارجانوميجالي زي هباتسبيلوميجالي او ممكن تكون ادي شكل الابدمين ده كده اسكافويد ده طبيعي او ممكن تكون او ممكن تكون ممفوخه و الاسباب بتاعت الابدمين لو هي سيمتريكا لخمسة اف اللي هو الفات والفيتس والفليتس والفليتس والفليويد والفليويد او ممكن تكون يعني ناحية البولجنج بعد كده بنعلق على اصاب قصة الانجل طبيعي ان هي تبقى اقل من 90 درجة طيب امتى تبقى اكتر من 90 او ابتيوس لو في ارجانوميجالي عندي او لو في اسايتس ممكن يكون عندي ابيجستريك بالسيشن والابيجستريك بالسيشن ده قلنا انه جاي من ثلاث حاجات لو انا حاسه عند التب وفينجر فده غالبا جايلي من فوق من عند الرايتز فينتريكل لو كنت تحسه تحت ايدي هيبقى غالبا جاي من الاورطة لو كنت تحسه جاي من السايتز بتاعت ايدي من جنب ايدي فده غالبا جايلي من الليفر بعد كده بص على البريستاليسلز لو في اسايتس فده ممكن تكون طبيعية في الشخص الروفية او ممكن تكون موجودة ابنورمال فعيان عنده ابينوريك اوستركشن عشان السمك تحاول انها تتغلب على الاوستركشن فبتزود البريستاليسلز بتاعتها وبتبدأ تظهر عندي ممكن الشخص اللي عنده انسان الاوستركشن برضه بعد كده اقولنا الديفركيشن اوفريكتاي اللي هو اريكتس ابدومنس مصل طبيعيان هي لما دخل ايدي ما تخشش فانا بخلي العياني هم كده لو دخلت ايدي دخلت فده كده العيان عنده انكيز انترا ابدومنال بريجر وفي نفس الوقت عنده هايبو بروتينيميا فده مخلي العضلات فيها ضعف فبدأ يحصل بين التو اريكتس ابدومنس مصل بعد كده الامبليكتس بعلق عليها نرى السيط بتاعها إلا طبعا إنه تبقى في النص في الظبط مبين السيرنام ومبين السيمفسيس بيوبس ممكن تكون شفتت أبورد او دونورد تمام؟ حاجة ما طلهاها تحت زي تيومار من تحت مثلا او حاجة منزلاها زي مثلا أسايتس او أمارجانوميجان من فوق بنعلى على الشيف بتاعتها الطبيعي انها تبقى الانفرتيد ممكن تكون انفرتيد في الاسايتس ولهيباتس بلينوميجالي لو موجودة في الامبليكس مثل الهيرنيا مثلا بحط يدي على الامبليكس وخلي العين يكوح لو في عندي بس خد باجحنا في الانسبكشن دلوقتي احط يدي دي تبقى في البلبيشن بعدين لكن في الانسبكشن بقول العين يكوحها كده من غير ما احط يدي واشوف في اكسبانسي الامبلس امكف ولا لا وبرضو بشوف اللي هو الجوزيف مبيول اللي قلنا عليها الكالرز اللي موجودة على الامبليكس بشوف الكولينز بتدل على في دم جوه البريتوني هو اللي عمل لي الكولينز الصين دي بشوف برضو الديسشارج اللي موجود في منطقة الامبليكس ممكن يكون يورين بتاع البيتان تيوريكس ممكن يكون فيسز بتاع فستولة ممكن يكون بس بتاع انفلميشن ممكن يكون بايل ممكن يكون فليويد بعد كده بعلق على الطبيعي بتاع الميل والفيميل ايه لو لقيت عكس الطبيعي ده فاشك بقى عندي في مخصوصا في رجالة يعني لو لقيت عندهم الشكل ده بعد كده بعلق على الجيني تاليا اشوف العيان سرقم سيز دي ولا لا ممكن يكون عنده في موزز او برا في موزز بعد كده في السايدز بعلق على سبع حاجات برضو بعلق على الحركة بتاعة الابدمين والشيست مع التنفس بتاعه او لو فيه لميتيشن للحركة دي او فيه حاجة ما بتتحركش فابدأ اشك عندي زي قلنا مثلا عندنا في البريتوميتس اللي عين بحرق سيدرو باسم ما بحرقش اللي ابدو من عنده او عين الاسايتس بيبقى في سراكه وابدو من البريسينج في الرجالة ببص على البريست برضو البريست ممكن يكون فيه جاينيكوماسيا ان الراجل بدأ البريست عنده اكبر وده بسبب انه عنده لفرس الفيلير فبالتالي النسبة التوازن او الرشيو اللي ما بين التستسيرون والاستروجين حصل في خلل فبدأت الاستروجين يكبر البريست بتاع الراجل او ممكن بسبب او ممكن برضو الاقي في البريست عند الستات بريست اتروفي ان البريست بدأ يضمر عندهم برضو في حالة الريشيو اللي ما بين الاستروجين السيرون حصل في خلال برض ببص بعد كده على الهرنية الاورفيس اللي قلنا عليهم بخير العياني يكوح وببص على الاماكن اللي ممكن يحصل فيها هرنية اللي ما قلنا عليهم اللي هو الامبليكال والابيجاستريك والبرامبليكال والفيمورال والانجوينال والانسيجنال وببص بعد كده على الفيمز الفيمز ممكن تبقى يعني الجلد سليم تمام والفيمز بينها تحت الجلد وبينها كفين طبيعيا اللي هو ستريت ونارو لو بدأت تطلع فوق الجلد مستوى يطلع فوق سطح الجلد وبدأ تبقى ترشوص ووايد كده ابدأ اشوف السبب بتاعها وده غالبا بتبقى بسبب اه البستركشن للطريب بتاعها سواء البورتال فين او الانفيرو فينا كافا اه وككمبنزاتوري ميكانيزم بدأت تفتح الفيمز دي الفيمز دي كل لاترة اللي هنا اه ابص بعد كده برضو على السكراتش مارك اه وده بتدلل اللي عين عنده بروريتس غالبا بسبب الاستركتيب جوندوس اه وببص والسكراتش مارك بتبقى في الاجسيسيسيب الاريا يعني في الاماكن العينية يقدر يوصلها اه ابص على السكارز اللي هو موجودة واشوف هي السكارز بتاعت سيرجري ولا لأ بتاعت عملية ولا لأ او ترومال عين حد عوارو او بتاعت كتري مثلا اه العين اه عامل كيء لحاجة معينة اه بعد كده بابدأ اه 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 وبص على ظهره اشوف ظهره لو في اي سكار لو في ديفورمتي لو في سويلنج في الرينا الانجل لو في سبين بفيدا اللي هو الطفطف هير اللي هنلاقيها اسفل ظهره طبعا اه 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 الفحص بتاع الصمكوس في الانجل بس ده كده بال بالبالباشن مش بالبركاشن مش بالإنسبكشن فلانا بالإنسبكشن ببص عليها بس لكن هاته حطيت ايدي فدها كده بالباشن اه واده هنا بيشوف البيجيشن واده هنا بيشوف البيجيشن حده كلها بالباشن كده انسبكشن انت ببص بس هو هنا ممكن يعني อยه يعني اجلبها لك صورة فانتح نقول لك ده بيعمل ايه انت تقول له مثلا بيعمل بالباشن لل عشان يشوف الهرنية اللي ممكن تبقى موجودة. وادي شكل الميل هير ديستربيوشن والشكل الفيميل هير ديستربيوشن. ادي عين بيفحص البريست عشان يشوف لو في حاجة شبه الزرار كده تحت ايده فده كده الشخص عنده جينيكوماستية. وادي شكل الجينيكوماستية في الرجالة. ادي اماكن الهرنية. اه منططة الابيجاستريك وفي امبليكال وفي انسيجنال وفي انجوينال وفي فيمورال وفي برضو بورا امبليكال هنا. ديستربيوشن. ادي الكولنساين اللي قلتك عليها اللي هو بسبب الانترا بروتونية البليدينج زي عين عنده بنكريتايت سوى اللي حاجة. فبدأ يتجمع دم جول بروتونيام. فعمل لي الشكل ده. وادي شكل الكابوت مدوزة اللي هو عندي عندي اي في سي او او عندي بورتال فين او استراكشن. فبدأ الفين اللي حوالين اللي حوالين الامبليكاس تكبر كده. واخد شكل الكابوت مدوزة. الكابوت مدوزة ده شكل مشهور ملكة كده. فرعونية ممكن تكتبها عنية ملكة فرعونية كده. كده لابسة حاجة كده شبه لابسة بتاعها كده وطلع منها زي اخاعة كده في الشكل ده شبه شبهه بها يعني. كابوت مدوزة. ودي اماكن الانسجن اللي موجودة في الابدومين. في هنا بتاع الكولوسيستيكتومي. في هنا بتاع الاسبيلينيكتومي. في هنا الميدلاين انسجن. والليفت باراميديان. وهنا بتاع الابندكتومي. وهنا بتاع الانجوين الهرنية. وهنا الفينشتيل بتاع السينزيريانسكشن. بس ده كده الانسبيكشن اللي كنت عايزين. اه اتمنى تكون اه فهمت قويس. السلام عليكم ورحمة الله. اه وبركاته.